بما أنكم وزير عدل وحامل أختام كما يقال في بعض البلدان عليكم مسؤولية التعزيز وتكريس هذه الاستقلالية بالاستقلالية وفصل السلطات ما يشعر منه يكون الأنظمة الشمولية والنظامنا خطأ خطوات جيدة نحو الديمقراطية ولا نرجو أن تكون هناك ارتكاسة في عكس ذلك لاهر ليعلن التمكين للقضاء ويعطاء المكانة وتمييزه التمييز الإيجابي الصالح هو اللي يقتضيه الأمر السيد الوزير لا يعقل على أن يعود كوماندا برقاد ومفوض الشرطة والحاكم والوالي عندهم السيارات وعندهم المساكن والقاضي مسكين حال الله علم به السيد الوزير وكيل وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم في الولايات ما عندهم سيارات ولا عندهم سكن على ضرار ما هو خالق في وزارات سيادية ثانية يا الله يتم العدل بين هذه وزارات سيادية كاملة ومهمة والدولة لا شمل الرموز والعدالة رمزيتها بقدر احترام العدالة والقائمين عليها نحترم المؤسسات ونحترم الفصل بين السلطات أنا الأوان لرفع اليد عن القضاء أنا الأوان لرفع اليد عن البرلمان أنا الأوان لقيام مؤسسات حقيقية يمكننا أن نتباهى بها ونقول بأن دولة ديمقراطية سائرة في حكامة رشيدة وسائرة فعلا في توجه جديد هذا التوجه الذي ندعمه ولكننا لا ندعمه بطريقة عمياء نصلح ما أفسد أظن بأن الصواب جانب القطاع في هذه المواد التي أتابها فحرم القضاة من سن هي أقل ما هي موجودة في شبه المنطقة ثم إنه أتاب مادة خداج لا هي ذهبت فيما يذهب إليه القانون عادة من البداية حيث يتم النشر ولا هي رجعت بأذر رجعي لمصلحة معينة فحاولت التماهي مع قانون الوظيفة العمومية ولا شتان ما بين القانونين هذه سلطة وعندها قانون خاص بها ولا داعية للخلط المتعمدي أو غير المتعمدي